وبنجد تحية لكل مشاهدين والأبراج السعيبة مع دخول شمس العقرب في أبراج هتسعد لأنها هيحصل لها إيه؟ وكمان لما حد يكون مش بيحب حد طريقة كل برج في التعبير عن عدم الاهتمام أو عدم الحب كلها حاجات هنعرفها ونسمعها من هالة حافظ من ورانا وبننتظر كل جمهورنا دايما وجودك وكلامك وبنعيش بيه طول الأسبوع ده غير إنه بتحقق يعني فيه حاجات فيه منها بتاع واقعية زيك الأول نورتينها يا هالة ويمكن أول حاجة إحنا هنبتدي فيها نتكلم إحنا عايزين نعرف إيه يعني أكتر الأبراج ثانية إيه الأبراج اللي منتظراها السعادة في الأيام اللي جاية دي إذا بعد دخول برج العقل النهاردة طبعا الأربع يوم تسعة عشر من يوم اثنين وعشرين بالزفت يعني بعد يومين ونص الأحوال هتتغير تماما في كل الأبراج الحمد لله كل الأبراج ولا ستة أبراج طول ما الكواكب بتتحرك ما فيش برج بيفضل على اللي كان عليه الشهر اللي قابله إدينا طيب الشمس إن شاء الله أولا حركة الكواكب فيه ناس بيبقى مهتمة بحركة الكواكب فيه حاجة حلوة بقى جدا إن الشمس وفينس لتنين يوم اثنين وعشرين بالليل داخلين للعقرب أنا بقى مباشر العقرب بعد بقى لنا شهر عاديل نقول لهم مسترحة محارب وحسبه وإيه استخبارة بصوا بقى ومحدش يجي جمعهم عطارد من يوم تمانية وعشرين أكتوبر داخل للعقرب يوم خمسة وعشرين أكتوبر في ولادة أمر جديدة بالعقرب يعني العقرب يا جماعة داخل كأنه بيعود عن كون التعب اللي شافه وهو شهر عادي ميلاده وشهر ميلاده يعني من يوم اثنين وعشرين بالليل ودخول بقى الشمس للعقرب فيه مصاير أبراج كتير جدا هتختلف كمان عايزة أقول إن زحل اللي تعب الناس كلها اللي هو اسمه كوكب النحس الأكبر حينهي حركة التراجع بتاعته ويبتدي بقى يمشي لقدامه ويخف ضغوطه من يوم سبعة وعشرين أكتوبر على مين هيخف ضغوطه؟ على كل الأبراج وهو زحل طول ما هو متراجع متعب الكل خلاصة معنا كده نحن أسبوع الأخير من أكتوبر يعني كده العقرب من يوم اثنين وعشرين وبقيت الأبراج من يوم سبعة وعشرين لا ده من يوم اثنين وعشرين كل الأبراج من يوم العقرب وثمانيا وعشرين وسبعة وعشرين أنا شايفة من الأسبوع الأخير من أكتوبر أسبوع هتختلف في الدنيا بشكل حلو الكواكب في تقدم يعني الضغوط سواء كتاقتصادية أو نفسية أو معنويات أو تعاملات للدنيا هتبقى قهدة كتير والحاجة الوحيدة سلبية في الموضوع إن كوكب المريخ هيتراجع من يوم تلاتين أكتوبر ببرج الجوزاء دي السلبية الوحيدة في أكتوبر المريخ ده كوكب تقيل كوكب الحوادث كوكب النيران يعني ممكن يلاقي بعض البلدان حصل فيها انفجارات براكين نيران تراجع مريخ دايما لو نفتكر في فترات زمنية كتير لما كانت حرائق كتير في لبنان وفي السعودية تزامنت ده من تراجع من تراتين أكتوبر يعني تراجع ببرج الجوزاء هو بيتراجع في الجوزاء هو المريخ قاعد دلوقتي في الجوزاء يعني من تراتين أكتوبر لغاية آخر السنة لغاية آخر السنة ممكن نشهد حرائق زلازل براكين كل ما هو يخص النار يعني مش هنلاقي فيضانات فيضان ده مية ده إنه إحنا هنلاقي حاجات تخص المريخ كوكب الحرب والنار حوادث حرب ممكن شو يعني بسي خلينا نبعد عن السياسة شوي بس هو ممكن لا هم لا شاء الله أخبر السياسة أنا أتكلم على إن في الآخر ممكن 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 تقوم الحاجات خلاص يعني أنا عايز أقول حاجة فيه متاوعة لطيفة جدا بعدها لي مرة بتقول لي أنا بتكلم عن تراجع المريخ بتقول لي هو ارتجاع المريخ ده ارتجاع المريخ ده خطر زي ارتجاع القرون اه ارتجاع المريخ ده ممكن لو رجع بدهره يفرتكنا قليلا إنه إحنا من يوم 22 22 كل الأبراج حظهم حل لغاية إمتا عندنا ستة أبراج لغاية 23 نوفمبر لغاية 23 حداشر من 23 حداشر من هي بقى الأبراج السعيدة عندنا ستة أبراج على موعد مع السعيدة وحنقولهم بالترتيب أول برج على موعد مع السعيدة هو العقرب صاحب المكان صاحب المكان لأن الشمس دخلالك في بيتك الأول بيت الأنع يعني على مختلف الأسعيدة أنت عندك تغيير إيجابي على معظم الأسعيدة لو مسكنا الصحة هنلاقي الصحة هتتحسن اتصالاتك وتواصلاتك وعلاقاتك جيدة هنمسكهم الأسعيدة كلها علاقاتك بأولادك هتتحسن كمان جاب التر اللي هو كوكب الحدود الكبرى دخله في بيته الخامس يعني معنى كده إنه ممكن العقارب البنات السواء أنا اللي عايزة خطوبة أو زواج أو ارتباط ممكن يتخذبه أو يخطوبه الشهر ده أو تصريح بحب أو اعتراف بحب الكلام ده كله تطور العلاقة من صداقة الحب أو من حب لخطوبة أو زواج كل ده العقارب بص بقى يعني كده العقارب برج عامل بكل سعيدة عنده كمان خطط مهنية حلوة جدا جدا وهو ككاراكتر عنده كارزمة حلوة قادر جدا على جذب الانتباه وعنده تعزيز وتقوية العلاقة علاقاته مع الأقارب والأحبة هتقوى جدا الشهر تحايفوه العقارب فدي بشارة بقى حلوة وهو اللي لديكه وتعويض عن اللي يعني العقارب هو البرج الأول وهو الأكثر سعيدة تاني برج معنا حيلاقي حسوس حلوة جدا في الشهر ده هو الجادي عنده الإرباك بقى اللي كان والتوتر اللي كان قبل كده حينتهي عنده فرص حلوة عنده عروض حلوة عنده بشارات وأخبار سعيدة ده أنا شايفة أنه هو في حسم القرارات كتيرة هياخدها الجادي هتفرق معاه جدا جدا شراكاته المهنية أو العاطفية حتقوى هيفرح بحد من العيلة بولاده اللي اللي عايز خطبه لولاده وفيه بقى كمان لإندا بيت المساعدة فيه مساعدة هتتقدم له وسطة مساعدة هتفتح له أبواب كتيرة فيه إيد مساعدة هتتقدم للجادي هتفتح له أبواب كتيرة وحتنور بصرته لأهداف ما كانش واخد به يعني حد يقول له ما تتعلم ما تقوي لغتك ما تروح الشركة دي حلو حد حيفتح له ينور بصرته كده اللي هو منها هياخد الطريق ويقوي أنا شايفة أن الجادي يعني أنه انصراج ملموس قوي تاني برج محزوزين وحيحقق أهدافه بشكل يفرحه ويرضيه بشكل جديد جدا وعلاقاته حالة تانت برج معانا حينفرج جدا الحوت المائي اللي زيه زي العقرب من أكتر الأبراج المستفيدة لأن الشمس دخلاله في بيت من بيوت الحز العقرب بالنسبة للحوت البيت التاسع وده بيت من بيوت الحز معنى كده حيتحرر من قيوت كتير كانت مأي داب سمعته وسرته وسورته حتتحسن جدا وفيه حاجة تخص صفر أبواب صفر حتتفتح للحوت فيه حاجة تخص مذاكرة أو حاجة تنمية المهارات واللي عايز ياخد كورسات اللي عايز يعمل حاجة لإدرسات العليا ماجستير دكتوراه وفيه فلوز جياله من جهات أجنبية أو عملة غير عملة بلد يعني اللي يتفرج علينا من أي بلد هتجيله عملة مختلفة لو فيه خلافات بينه وبالناس تخاصم مع حد أو تخانق مع حد فيه مصالحات الشهر ده مع الخلافات دي حياخد حقه من حد ما كانش عارف ياخد حقه منه نجمه حيلمع جدا الشهر الحوت الحوت زي العقرب الثالث عقرب جات يحوت رابع برج معنا هو السرطان تعتبره وعد السرطان أيوة العقرب مائي زي السرطان فلازم لما الشمس تدخل في العقرب تدعم كل الأبراج المائية احنا قلنا الحوت وقلنا السرطان هيتدعم الأبراج الترابية والهوائية هو بس ده البيت الخامس بتاع العاطفة فهو يا سهير شهر الاستقرار العاطفي يعني فيه انسجام فيه تقارب فرحة بالأولاد فرحة مع الزوج فرحة مع المخطوبين مع اللي لسه فيه علاقة حب وفيه ترقية وفيه كمان هتلاقي ردود وإجابات وحاجات ما كنتيش يعني مثلا لو اللي بيعمل انتروفيو في شركة وما ردوش عليه ممكن يسمع رد حاجة محيراب بيعمل شاكب لحاجة صحية حيلاقي حاجات تريعه إجابات تريعه خلاص أنا شايفة كمان انسيقته بنفسه هتكبر جدا الشهر ده وفيه ارتفاع فرص الإنجاب والولادة طبعا المتزوجين اللي لسه جداد أو اللي لسه عايزين الأطفال ممكن يفرحوا حاجة خاصة كده الحياة الاجتماعية صاخبة جدا خروج ولقاءات وتنزه واستمتاع شهر زاخر جدا جدا بالحفلات والمفاجآت والاستمتاع في الشهر ده ونجمة لامع جدا العزراء هو إيه ده؟ أنا من ضمن الستة؟ الجدي والعزراء لا طبعا من ضمنهم لأن شمس العقرب بتتطفق مع العزراء دايرة علاقات كبيرة جدا جدا عمليات استثمارية في عمليات بيع وشرا في عمليات تقسيم أموال من مراس أو شراكة أو شغل خاص مشترك مشترك يعني انت لو في شغل خاص أو أي حد موليد العزراء عندهم شراكات عمل في تقسيم أموال وانت حتعاون يا عزراء ناس حتوقف في ظهر الناس وحتسني الناس انت كمان مش انت كمان حد حيعاونك وحتكون أفكارك عبقرية الشهر دا البيت التالت دا بتاع الأفكار يعني كل فكرة حتفكرية عبقرية زهنك في الشهر دا موليد العزراء يا جماعة زهنهم حاضر جدا حالك الابتكارات هتلاقي نفسك وانت قاعدة كده جاتلك فكرة ما نعملهش هبتكر يعني أخب بالي من الأفكار اللي ممكن تيجي فدأ هتفيدك جدا واتصالاتك غنية وتواصلك حلو علاقاتك حلوة قوي قوي الشهر دا علاقاتك دا بعناها هتعرف على ناس يساعدوني في الحياة جدا مفيدين جدا هيفيدوكي قوي علاقاتك حلوة قوي هتفتح لك أول بيت التالت دا وفيه حاجة تخص موبايل أو عربية هتغياري موبايل هتجيلك موبايل هدية هتغياري عربيتك هتصلاحي عربيتك لأن دا التواصل الاتصالات بالموبايلات يعني أجهزة الاتصالات لأن ممكن هتجيب لك موبايل هدية عربية هدية ألفون جديد بقى ألفون جديد أيوة يا ريت أنت مش حبيني قوي للدرجات لسه في برج معانا عقرب لسه في برج أيوة لكده قلنا كم واحد خمسة ولا ستة نعونا خمسة نعونا خمسة عقرب جدي حوت سلطان عزراء آه فاضل آه لسه بقى الأخير واللي برضو حيلاقي حزوز حلوة الميزان الميزان الشمس داخلالك في بيت المال والأضايا والاستثمارات ورجوع الحقوق يعني أي حاجة تخص أضايا أضايا معينة كنتم استنيين نتيجة قانونية لحاجة أو كده لأي الأضايا زي أضايا الأسرة أضايا مواريس حاجات ممكن تسمع انفراجات فيها في حصاد لمجهوداته السابقة كل حاجة بذل فيها مجهود الميزان قبل كده حيلاقي لها نتيجة في حاجة تانية عنده برضو فرحة لأولاده وتصالح مع أولاده اللي كان اختلف معهم وتقارب معهم في قرارات نهائية أو أحكام نهائية أو حاجات قانونية هتحسن فيه لو أي حد مولود الميزان كان يتحكم عليه بحاجة سجن حكمة أو حاجة ممكن يحصل انفراج تتحرر من قيد أو سجن معين برضو حيسد ديون كانت عليه يعني حيتعامل مع بعض الجهات المالية لزي مثلا درائب تأمينات قروض تمويل الحاجات دي كلها البيوت المالية دي هتنفتح جدا عند الميزان حيفوق برضو وخصوصا أضايا موديد الميزان كانوا بقى لهم فترة كبيرة داخلين في أضايا أسره وطلاء وأولاده ورؤية والحاجات دي كلها حيستريح وحيلاقوا حاجات يبقى عقرب جدي حوت سرطان عزراء ميزان طب تسمحوا لي أقول مين اللي ياخدوا بالهم ولا مش عايزين آه يلا مين اللي ياخدوا بالهم ولا عايزينها نخليها كلها إليه لا 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 الشهر اللي فات كان العرب والحمل آه طيب الشهر ده أول برج ياخد باله مولود التور شهر الحزر والترغوي نوعية الوقت ضغطة ومربكة جدا وموتر طاقة عداية هتتحسن الأمور إمتى عند موليد التور من يوم 22-11 الأمور هتتحسن ياخد باله ما يتخنقش محد ممكن يلاقي في مجال شغل وتنافس ممكن يلاقي من كترة بيتعصب وبيتنرفز تسحيت وتتعب ممكن يستفز بيبقى القداية فهيستفز إذا أي مشكلة تحصل خلص بقى حيقوم مطاقش في الشهر ده ياخد باله التور حيلاقي طاقته عداية وعايز يتخنق صحي من أنهم كده عارفين اللي هو مش طايق للتور أو الواحد حيقابل تحديات في يومه وفي حياته فيحافظوا على قد ما يقدروا على استقرار علاقتهم ما يتخنقوش مع اللي حواليهم علشان لو يتخنقوا المصاعد يعني حتتصعد المشاكل نعتبر أنه بالنسبة للتور ده شهر اختبار لقوة علاقاته العلاقات القوية حتصبت والقوة تحمله كمان العلاقات اللي مش قوية ممكن يخسر علاقات الشهر طب غير التور تاني القوس يخلي باله من صحيته قوي قوس الشهر ده أي عرض صحي يقبله حتى لو بسيط يروح لدكتور يروح لدكتور وشهر سحب الطاقة شوية ما عندهش طاقة مش قادر يعني طاقته مش أحسن حاجة نصيحتي لي ما ياخدش أي قرار مصيري الشهر ده يا موليد القوس لأن النتائج مش هتعجبك لو خدت قرار مصيري هتندم عليه بعدين وما تخليش يا قوس حد يستدرجك لأي خلاف ما ترهنش على الشهر ده خلاص الغاية 22-11 ما ترهنوش موليد القوس على أي حاجة فترة ضعيفة في الطاقة خالي من الحزوز طيب التالت فيه لسه تالت ما هو كل شهر فيه أربع أربعة بقى بنحذره الأسد والدلو الأسد برضو عايزاه يحذر جدا فترة عملت مع المقربين يعني أي حد قريب منك أنت هتتخانق برضو معي فخليك بلك جدا والمقربين مين بقاه العيلة لأن ده المعاكسة جاء لك من بيتك الرابع يعني إخواتك أمك أبوك أهلك جيرانك العيلة الأسد ممكن يتخانق مع ابن خالته مع ابن عمته مع أبو مع الجار واللي في شقة اللي جنبه فالبيت والعيلة بالنسبة للأسد حتزيد خلافاتك مع أهلك يا أسد تخلي وهو الأسد اللي حد أبو يصير خلافات عنده حالة تمرن استنفار أو مزاجية أنا عايزة خانق صاحب النوم عايزة خانق أخوية هيدخل يخبط على أخوية خانق معي هو ابن خالتي إزاي حط البوست ده يعني فيه خلافات في العيلة على إيه أين كان بأعلاقات مواريس فلوس أي حلو طور وأسد طور وأسد وقوص الأخير هو الدلو الدلو المشاكل جايله منين من البيت العاشر يعني البيت العاشر تصفية حسابات فواتير قديمة تصفية حسابات قديمة أي حد كان أخطأ حاجة مواليد الدلو في الشهور اللي فاتت هتيجي بقى عليها الماكروسكو بالشهر ده فاكرين فطورة النور اللي ما دفعتهاش من ست شهور فيه غرامة رادار فيه حد أنت كنت ضيقته بكلمة جيبها دلوقتي صح صح وتعالي بقى أنت هشوفي حساباته مع الدلو تصفية الحسابات مع الدلو لا ده هو الدلو اللي هو اللي هيصف في حساباته مع أخلي هيصفه مع حسابات دلو هو اللي بطرف الإنساب بصير القديمة تخلي بقى كل موليد الدلو من النهار ده فاضل قدامكم يومين افتحوا كده ده فتركوا وشوفوا إيه اللي أثرته فيه الحق والحاجة لأنها هتتحاسبوا المحاسبة هتبقى ده تبقى ده